نواصل مع الجزء الثالث والأخير في مسألة الأولى للشابط الرابع المطلوب في البداية حساب الأنجلر فلوسيتي لذف دي كونيكتين جروت سرعة الدوران للكونيكتين جروت القانون كما نعلم WAB تساوي السرعة الخطية VAB تقسيم المسافة BA يعني طول الكنيكتين جروت حسب الحسابات اللي عملناها أنه السرعة الخطية للكنيكتين جروت VAB تساوي 3.4 وطول الكنيكتين جروت BA يساوي 600 مليمتر يعني 0.6 مليمتر بالنهاية نتحصل على أنه سرعة الدوران تساوي ماذا 5.67 radians per second anti-clockwise about LB بالنسبة للأنجلر أكسلراتيشن الأقسلراتيشن of the connecting route From the acceleration diagram اللي رسمناه بالأول We find that ATB a tangential component of AB to saوي by measurement 103 meters per second square نعود إلى الأقسلراتيشن هنا في الأقسلراتيشن Diagram ATAB a tangential component of the acceleration of A about ال-B هي في الحقيقة المسافة ما بين ال-A' وال-X already رسمناها تساوي camp by measurement تساوي 103 m per second square قانون حساب الأنجلر أكسليريشن ألفا-AB ماذا يساوي؟ يساوي الأتاب اللي عرفناها من خلال الأكسليريشن اللي هي 103 m per second square تقسيم طول ال-Connecting Road اللي هو 600 mm أو 0.6 m بعد الحسابات نتحصل على ماذا؟ الأنجلر أكسليريشن ألفا-AB تساوي 171.67 راديانز بر سيكند كلاكوايز أباوت ال-B